طيب كابتن عبداللطيف عايز اروح لنادي الزمالك جزوالدو فليرا المدير الفني قال اصبق لنادي الزمالك يعود مرة اخرى كنت عرضت من شوية كده حاجة ان المدربين اللي بيجوا نادي الزمالك المرة الاولى غالبا بينجحوا المرة التانية بيبقاش موفقين بس انت بتتكلم على مدرب عبكاري حرفيا مدرب من الاسماء الكبيرة يعني انا قلت حتى في المقدمة كابتن محمد مدربين الصف الاول في البرتغال مش اللي هو الفرز التاني ده مانو جوزيه ده كارلوس كيروش الناس اللي اسمانك تبقى دي متفائل باقول على فكرة هو وكارلوس كيروش برأس واحدة هناك يعني سمعتهم زي بقى طبعا متفائل لسبب ان يعني يعني الاراق بتاع الجماهير او محبيه النادي الزمالك يمكن من مراته الاولى كابتن انهم اتفقوا من في قبول ان المدير الفني اللي جاي هو فيرة طبعا فبالتالي في اقار ريحية ورجل جاي بثقة ثقة كبيرة جدا يعني وهو رجل محظوص في حاجة كنت بكلم مع كابتن قبل الهوى انه هو جاي مع لهوش ضغوط ارقام عظيمة يعني اه طبعا هو مع لهوش ضغوط يعني بمعنى نادي الزمالك نقوفه ضعيف خلينا نتكلم بالارقام وقوفه رائب جدا في طولة افريقيا فلو حصل حاجة هو مش جاي ولو عمل حاجة سابله يا كابتن اه طبعا يعني فدي حاجة الحاجة التانية هو ده هو لسه مشوار طويل لسه مخلصناش مدير الاول فاكيد من المستوى متقارب الفرق الستة بونت ده زناد الاهلي كسب المطش المتأجل فالارقام قريبة ولكن انا واضح ان هو يمكن ان تفرق قوي على الفكرة وجود مدرب اه الثقل اللي هو واخدها او جاي بيها هينعكس على اللعيبة بمعنى ان هو رجل منضبط رجل اسم كبير جدا جدا في عالم التدريب فاي كلمة هيقولها اي معلومة هيقولها اي يا كابتن تعليمات هيقولها اكيد 100% هتتسمع لان اللعيب بتأثر بالمدرب او باسم المدرب اللي بيكون موجود فمدرب طبعا من القلاء طبعا اللي اسمهم كبير جدا وبرضو محظوظ ان فرقة الزمالك اعنصة جيدة جدا يعني فيه استقرار فني فيه الحطوط قريبة جدا من بعض فيه تكلم في زيزو في افضل حالاته فيه شارع افضل في حالاته تكلم في 90% من الفرق عبرفو عليك اول ومستوى السابق بقاله فترة التشكيل السابق باستثناء واحدة واثنين فده كله مع شخصية مدربة كابتن مع بداية جديدة مع ثقة ادارة واستقرار اداري اعتقد النجاح جاي اللي نزمك الفترة الجاي ماذا رئيس